جاء شابٌ إلى أحد العلماء الربانيين فقال أيها الشيخ إن نفسي تراودني على المعصية فعظني فقربه إليه ووضع يده على كتفه وقال يا هذا إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تعصيه حيث يراك قال وأين أذهب وكيف أتخفى وهو يعلم السر وأخفى قال فاتق الله تعالى ولا تجعله أهوى الناظرين إليك قال زدني قال يا هذا إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تعصيه في أرضه قال وأين أذهب والملك كله لله قال كيف تتجرأ على معصيته وأنت في ملكه وتحت سلطانه وقهره أما تخشى من سطوته وأخذه ومقته فاتق الله ولا تعصه قال زدني قال يا هذا إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل من رزقه قال ومن أين أأكل ما بي من نعمة أو بأحد من عباد الله إلا وهي من الله قال يا هذا أما تستحي من الله تستعين بنعمه على معصيته وبآلائه على مبارزته ومحادته خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد يتحبب إليك بالنعم وتتبغض إليه بالمعاصي فاتق الله تعالى ولا تعصه قال زدني ولا مزيد والله يا أخوان واحدة من هذه تكفي قال يا هذا إذا أردت أن تعصي الله تعالى وجاءك ملك الموت غدا ليقبض روحك فلا تعطيه روحك امتنع منه وقاتله قال وأن لذلك ولو كان أحد يستطيع أن يرد ملك الموت أو أن يؤخر أجله لحظة لقدر عليه الملوك والزعماء والوجهاء والأثرياء قال يا هذا أما تتق الله تعصيه وأنت موقن أنك ملاقيه فما عذرك عند الله غدا قال زدني قال يا هذا إذا أردت أن تعصي الله تعالى ونزل الله غدا لفصل القضاء بين الخلائق وأمر زبانيته بأخذك إلى النار فلا تذهب معهم من النار قال وعين المخلص وكيف المهرب وأنا بين يدي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال فاتق الله تعالى ولا تعصيه وأما واجبك تجاه نفسك فقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها وأجبك أيها المسلم تجاه نفسك إن كنت محبا لها تريد سعادتها وفلاحها في الدنيا والآخرة